بسم الله. يا رسالة كريمة من اخ كريم يتقول. دولتا خبرتها من سنين في مجال الانشاة. بدأت من مواندس موكا والحمد الله حاليا مدير مشروع في شركة متوسطة لحد الماء. انا بعشي الادارة بسان شايفة ان في شركات الصغيرة المشكلة مدير المشروع لازم يكون ملمة بكل حاجة بتتعرض لي زي التصميم والتوكاد والبرامافيرا والاكسيل. انا حاليا ماشي في شركة في طريق ندوس في البرامج دي اتواربت خلاصهم لان كنت مارستهم امليكا طبعا. ومركز على حاجتين تاني اللي هم الريفت والبيمي بي. وعمل خطة ان شاء الله خلال سنة ونص اكون انا بميت بقدر امكان على ما سبق. واحصلت على شركة البيمي بي ان شاء الله لان ده الهدف الرئيس قديم. ما عمل كان صحة ولا كان مشات نفسي. منتص جدا ان الواحد عارف وعايزيه وماشي في الطريق ده دحك كويس جدا. بس خانيا نقول ان ما فيش حاسمها واما انشو ما فيش حاجة اسمها السوبر ما فيش حد يبعارف الحاجات دي كلها. وحتى البيمي بي بيتعرض للنوات ديت بس من غير ما يركز عليها. الامي بي ايه برضو بيعرفك الاقصص ما بيعرفكش اه اه كل حاجة ما بتغس في 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 المحاسبة ما بتغس في التصميم. لأ بيبعندك بس ايه فكرة عامة عن القسم بتعمل ازاي بحيس ان بش مطلوب منك ان انت بتعمل كل حاجة. لأ مطلوب منك بتبعارف تدير الفريق تمام? يعني انت اكيد لازم اكيد مهما كانت شركة الصغيرة لازم بيكون معاك اه شخص بيعرف يصمم شخص بيعرف كزا فانت عليك ان انت تتوجهه واهتبع معاه ولو في مشكلة تشوف تحال ازاي تشوف كزا مش مطلوب من المدير ان هو يفتح برنامج الكسيل او يفتح البرومانفيرا او يفتح لو كان يبقى عارف معارفة كويسة وعارف يوصل للمعلومة ازاي هي مش مطلوب منه انه ممكن مكونش يعرف البيم ولا الريفت بس عارف ايه المطلوب منه او يقدر ياخد ايه من البيم او يعرف يحصل على المعلومة دي ازاي وبمع الفريق يعني هو مهما كانت شركة صغيرة ممكن يطلب والله انا عايز واحد يكون بعرف كزا كزا انا عايز واحد يكون اه كزا لان اه الموضوع مبقاش سهل زي الاول كان زمان الواحد بس هو اللي بكل حاجة دلوقتي بقى اصبح مستحيل نظرا للتعقدات والحاجات بتبقى مشتابه كتير مع بعض فلا بيبقى محتاج بفريق اعمل والمدير ممكن يدير بس يعني يوجه الناس يقول له ايه انا عايزك تجيب لي المعلومة من دي كزا كزا يعني هو عمر ما في حياته مثلا انفتح ببرنامج ببرامج البيم بس عارف ان البيم بيعمل واحد اتنين تلاتة فيقول لي بتاع البيم او البيم بيعملي بيعمل كزا كزا طيب هعمل لي كزا هاتلي كزا فيقدر يحصل على المعلومة هو التركيز مع حضرتك على الشت البيم بيها يبقى كواز جدا هو ده اهم حاجة ممكن تطلع بيها وتبقى عارف المعلومات البسيطة اللي هو مثلا مثلا البيم ممكن يعمل لي ايه بتاع المحاسبة ده تعد معي تقول له والله انت تعرف تعمل لي ايه طب ايه طب ايه المشكلة طب تقدر تحل تحل المشاكل اللي تبقى ان الواحد يوجه الاخرين نحو الهدف يعرف الاخرين ده رامو ايه ويوجههم ولو فيه نقص يستعين بالادارة يقول لهم الله انا عايز واحد يعمل كزا 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 بحيس ان الشركة تقوم يعني حتى في الشركة الكبيرة شركة صغيرة باش مطلوب منه ان هو يقود الموظفين بس مطلوب منه يقود الموظفين